أشكر حفاوة الاستقبال سيادة وزير الخارجية سمع شكري بعد هذه الزيارة القصيرة أحب أن أعبر عن سعادتي وبالتأكيد طبعا زيارتي كانت بدافع تحسين العلاقات ما بين البلدين ونأمل أن تدوم الزيارات وأيضا نتمنى وسط سيادة وزير الخارجية سامح شكري في الزيارة قريبة إلى تركيا خاصة بعد نجبة الزيارة التي حلت إلى تركيا نشكر الحكومة المصرية ونشكر سيادتكم على المساعدات التي قمتم بتقديمها إلى تركيا في هذه الفترة هذا بيعبر عن التضامن ما بين البلدين أخي سيادة وزير الخارجية كان من أول منظر إلى تركيا وبعد ذلك قام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزية رئيس الجمهورية والاتصال به من خلال الاتصال التليفوني وأحب أن أعبر عن سعادة تركيا بالمساعدات الجادة التي أتت من مصر في هذه النكبة نعم لقد جاءت إلى تركيا بهدف المساعدات أربع طائرات ولقد كان لنا فرصة سعيدة بمقابلة سيادة الوزير في أنطاقيا سكندرون نشكركم مرة أخرى على ما قدمتمه وكما قلتم سيادة الوزير فإن العلاقات ما بين تركيا ومصر علاقة تاريخية ثقافة مشتركة ولهذا نود أن نقوي هذه العلاقات ما بين وبالتأكيد طبعا هذا يحتاج إلى مساعدة ودعم من رئيسينا سيادة الرئيس السيسي وسيادة الرئيس أردوان ونحن نعمل على تسهيل لقاء سيادة رئيسي الجمهورية ولذلك أتينا إلى هنا لنعمل على هذا ونتبحث سويا ما يمكن أن تقدمه دولتنا وما يمكن أن تقدم دولتكم وتحدثنا في ذلك ونحن نعمل على تسهيل لقاء سيادة رئيسي الجمهورية نحن نعبر بعد هذا اللقاء القصير أن كلانا سعيد بهذا وكلانا مصمم على العمل على الوصول إلى ما نسعى إليه دائما ما نقول أن العلاقات ما بين مصر وتركيا علاقات مشتركة وقوية حتى الفترات التي كانت ما بين الجمود في العلاقات مصر لها دورا عظيم في عدة قضايا منها القضية الفلسطينية هذا ما بدأنا عبرنا قادمة وأستاذ تقوية العلاقات ما بين دولتين يجب أن تنظر كل دولة إلى ما يعود على شعبينا وما يمكن أن يحقق الاستقرار والنهضة ولهذا يمكن أن أقول أن لتقوية العلاقات السنائية أهمية عظمة بما يعود على شعبينا ومن هنا يمكن أن أقول أن اعتبارا من الآن فالصعيدا سيتم اتخاذ خطوات إيجابية نحو تحقيق هذا خطوات إيجابية نحو تحقيقية نحو تحقيقية نحو شعبيه شكرا